كمان على نتكلم على زي ما كان الرئيس بيقول على مضادرة انهاء قوائم الانتظار واللي شملت تاني انا بقولك الرقم واحد وتسعة من عشرة مليون حالة وجه الرئيس الحقيقة الشكر للمنظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تبرعت تقريبا بأكتر من أربعة مليار جنيه علشان يتم تخصيص العشرين مليار كاملة للقضاء على قوائم الانتظار خلينا نسمع نشوف الرئيس الايه في هذه الجزئية ونرجع نكمل الكلام مبادرة قوائم الانتظار يعني مش عايز اطيل عليكم لك انا عايز اقول ان هي لمعارضت علي المبادرة دي من أربع سنين تقريبا كان الكلام على 12 ألف مش كده يا دكتور مصطفى كان 12 ألف النهاردة احنا بنتكلم في واحد وتسعة من عشرة مليون خلال أربع سنين وجسعتها كان الرقم اللي موجود لتخطيط هذه القوائم كان رقم أقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار هم عشرين 15 من الدولة وورده هنا لازم اشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي 4 مليار جنيه عشان تحقق تغطية العشرين مليار جنيه بتوعقام للنظار اذا المبادرات هي افكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي يعني طيب خلوني يمكن بس عايز اقولك على شوية حاجات متعلقة كده بفيروس سي او تحديدا بمبادرة القضاء على فيروس سي او خلوة مصر من فيروس سي في اكتر اكتر من 80 مليون مصري خضعوا للفحص طيب وبعد الفحص ايه اللي حصل اللي حصل انه في اكتر برضو من 4 مليون مصري تلقوا العلاج اكتر من 4 مليون مصري تلقوا العلاج طيب ونسبة الشفاء كان في المية 98% الحمد لله والشكر لله